وهل يا فندم لدينا يعني خدنا جزء من النوهاو او التكنولوجيا نفسها بقت عندنا احنا عندنا علماء من الاربعينات كمان اه طبعا عندنا الدكتور مشرفة طبعا دكتور يحيى المشد ودكتور عبدالله مشرفة ناس كتير طبعا احنا عندنا علماء كتير قوي موجودين لكن احنا اذا كنا بنفكر فالتكنولوجيا تحتاجة علماء ومحتاجة بنية اساسية وخيادة سياسية تطبيق صحيح احنا عندنا قادة سياسية اللي بتعود جزء كبير قوي في البرنامج اه فاذا كان النهاردة احنا عملنا في الضبعة نقدر نعمل في منخفض القطارة اه نقدر نعمل في مفيد تشكا في الصحراء الشرقية ايش معنى افندم الاماكن دي بالتحديد هو غالبا يعني احنا طبعا جيولوجيا الناس جيولوجيين بتوعنا في مصرين علماء يعني عظام قوي بنبص على مصادر الزلزال اه والارصات بتاعتنا عشان سبات التربة سبات التربة عشان احنا الحمد لله ما شاء الله عندنا حاجة جميلة جدا ان احنا الاهرامات المصرية عاملة ضمبد لأي قرس كويكس اه للزلازل الموجودين بتمتص تمتص الصدمات اه يعني احنا عندنا فيه زلزال بيطلع من بحيرة قارون الا ان الكمة بتاعته عند الاهرامات بتقدر تتعمل ضمبد لله احنا مش بلد زلازل وبراكين فنقدر نعمل مشروع في اي مكان احنا 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 رضا له